طيب تعالوا نبتدي نزبط شوية حاجات تانية كده في الفورم بتاعتنا او في الفورم كومبوننت بتاعتنا بمعنى اضاك اللي هو الفورم كومبوننت والفورم اينبوت كومبوننت زي ما احنا قولنا احنا هنحاول دايما ننكابسوليت اي حاجة ممكن تبقى مشتركة بحيث ان احنا لما نيجي نعمل اوب ديت بعد كده بنقعدش نعدل في كل الصفحات لكن نعدل في الكمبوننت الصغيرة اللي احنا بنعملها طيب ده دلوقتي بقى شكل الصفحة بتاعت اللوجين عندي لما اجي هكليك هنا بقى بالشكل دوت هكليك على اللوجين بقى اللي اخدين بقى كوزرات ده بقى ديسيبلد اه طالع هنا الارور ده بقى باللون الاحمر مجرد ما اكتب حاجة خلاص الارور بيختفي نفس القصة هنا بقى مجرد ما اتساجل اي حاجة هكليك على اللوجين بقى فينا دي مسلا رسالة دي هنزبطها بعدين تعالنا نخليه مسلا من باسورد كده فجاب لي رسالة دي طيب دي الصفحة او ده اللي انا عملته بتاعنا ننتكلم دوت متكون من ايه بعد كده اه نبص على الكود انا الفيديو دوت انا مش هكتب كود انا هشرح الكود اللي انا كتبته لانه هو نسبيا مش صعب بس انا نفهم بس كان من نقطة وتلاقي الدنيا تمام اول حاجة عشان انا خلاص اه ده عبارة موجود في تمام دي الاشكال اللي عندي فده الكود ده اللي جينا فتحنا الكود كده ده اللي انا استخدمته اهو اه البوينت عندي هنا ان انت هتحتاج تسطب دي مش موجودة مع الماتيريا الكور فانت عندك تمام فانا جيه اتعرفته هنا اه فين الفورم امبوت اه 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 في الاليرت هنا اهو جيت استرعيته فوق طيب دي اول نقطة النقطة التانية دلوقتي شكل امبوت ده تعني ايه ملفش تاني شكل امبوت اللي عندي ده سواء ده او ده ده جاي منين ده جاي من بتاع تعنيفل ده خلاص جاي من بتاع متيريال اللي عنده لطيف بصراحة او حاجة زي كده لو الاوت لاين ده ده اللي انا شغال عليه لو راجينا بصين هنا دي الفورم بروب سواء مدي لك كزا شكل هنا ده الديفولت ده الديفولت العادي باسورد سيرش فيلد ومشي عارف ايه وهكذا لانا نستخدمه هو الاخر واحد ده عم بصع كوب بتاعه سورين كليك علي ايه اخر واحد خالص لان راجينا بصين في عبارة عن تيكست فيلد الارور دوت دي بولين فاليو يعني ايه اللي هو اه في اه هيخلي اللون باللون الاحمر البوردر باللون الاحمر تيكست باللون الاحمر والتيكست اللي تحت ده باللون الاحمر فدوت عندنا ده بقى الاي دي مانوش لازمة ده هو البيزر فوق لو ما كان الارور ده تمام اه الديفولت فاليو لو عايز احط انيشيل فاليو ليه الهيلبر تيكست ده اللي بيزر تحت اللي هو الهين ده تمام وي اه اوكي والفارينت دي اللي هو نوع بتاعي انا اخلي عشان يبقى في عندي ايه البوردر بالشكلة لو مشلنا الاوتلاين او مشلنا نفسه هبقى الاموت عندي هبقى بشكله عامل كده طيب تعالوا نبص عندنا في احنا عاملين في ايه هاد الفورم اموت اهو اول حاجة انا ساعته في تمام تعالوا نبص كده الابديت اللي احنا عملناه هنتكلم على ده دلوقتي بس خلينينا نبص هنا دلوقتي انو اطول بتاع اوتلاين زي ما احنا قلنا هنا دلوقتي الايرور امتى ابقى في عندي ايرور لو في عندي فيها قيمة تمام فانا اقول له حوالي اه لو هي فيها قيمة خلاص ايب احراجعها لو ما فيش قيمة احراجعها بفولس ده بحيس ان هو يميكشور انو احراجع لي اترو يا فولس الليبل انا اقول له لو تبعت لو اما انها يبعتلي الليبل في البروبس او بقعتلي خلاص الاوتو فوكوس لو في عندي اوتو فوكوس احنا ممكن نساعديني مش محتاجينة الكالور السكندري اللي هو اللون البنك الغريب المريب اهو ممكن اخليه مسلا عم بصك اي شكل برايمري بقعون ازاي برايمري اوكي هبقى هاخد لون طبعا الازرق بتاعنا ممكن نخليه ده او دي براحتنا اه ممكن حتى نخليها مسلا هنا تبقى من ضمن الحاجات الا اقول له كده الكالور مسلا برايمري با ديفولت سوري مش هنا هنا فانا مش محتاجنا نحط عرفه له هنا خلاص تمام برضو عندي نفس القصة ممكن كده اخده قط وحطه هنا حيس ان انا ادي لك اوشن اكتدار تعمل على الشكل داوت المرجن داوت ايه فكرته بتاعنا بس نشوف ايه اللي يضرب عندنا اهو سوري المرجن دوت فكرته عشان يوسع المسافة مبين الامبوس لو انا مسحت المسافة ديت او عملت كومنت على المرجن دا تلاقي الاتنين ايه ضربوا في بعض كده لازقوا في بعض شايفين الايميل لازق في في فانا بيقولتل المرجن في عندنا اه تعمل بصك يا شكل دينس هي بعمل ازاي ده شكل دينس او النورمال انا شايف النورمال بصراحة وطيف اه بشكل ما كويس تمام طيب الامبوت ريفرنس ديت عشان الريف نفسها لو انتوا فاكرين في الامبوت القديم كنا عاملين يساوي الكلام ده فالتيكست فيل دوت مش عبارة عن امبوت لا ده عبارة عن امبوت وليبل وديف وليلة كبيرة ساعتك جوه يعني بص في في فلد سيت فهو الوقت لما يجي ديك ريفرنس هدي لك على اللي فوق ده فالبوينت كلها ان انا بقول له لأ انا هاتلي الريفرنس بتاع الامبوت نفسه عشان ده لانا اشتغره فبقول له امبوت ريفرنس ده دي متعرفة في في فيلد في تمام ده بتاعة عندنا انا اتكلم معل ده دي احنا قلنا مش هتظهر امتا في حالة اللي فيه وعشان ياخد المساحة بتاعة بتاعه كلها جميل طيب وطوله خلاص حطيلي بقى عندك اللي هتبعت من من زي كده لو في عندك اي حاجة خلاص ايه عرفها اه ابعثة على طول طيب بقى احنا كنا مسمينها ايه انا غيرت اسمها خليطها تعالوا نفهم حتة دي قس قبل ما نفهم حتة ديت تعالوا نشوف ايه حتة الفورم اه فبالتالي انا احتاج نرجع خطوة الورا ونبص على الفورم ايه اخش كده على الفورم الفورم انا عرفت عندي حاجة تعالى مساحة دي كده خلاص عرفت عندي الحاجة اسمها ده عبارة عن ايه سوري ده عندي عبارة عن ايه عبارة عن فاضي ما فيش في اي حاجة الفكرة في لن انا دلوقتي في بتاعتي طوله اعرف بتاعك بتاع هبعت في الفورم بتاعت الكومبوننت دي نحسنا اي مثلا في الحالة زي ديت. يقدر بتاعتي من غير اي مشاكل. فهي دي البوينت عندي في حتة الايه? ففي الحالة ديت خلاص انا دلوقتي عندي الفورم. مش محتاج ان انا اا اعمل خلاص انا ببعثه وببعثه هنا. فين الامبوت اهو? تمام? طيب هنجي يتكلم من حتة الامبوت دلوقتي. اه اه هنا اهي. احنا دلوقتي في الفورم. عرفنا الفورم كونتكست بروفايدر. ونحط لنا ابعاث في بتاعنا الفورم بتاع الايه? بتاعت الفورم بتاعتي. فمين اللي هيستقبلها الفورم امبوت? عشان يستقبلها. فعملت استدعاء برضو الفورم كونتكست. وطوله كونسيومر. هنا دلوقتي وطوله بقى ايه? لو انا ما عنديش في دي فورم خلاص هاتلي الفورم من دوت. اهو. واعرفوه لي كبروبرتي عندي في كلاس. تمام? فادي اول مرة مش هتبقى موجودة لان نسم عامل رندر اول مرة. طيب تاني مرة خلاص مش بحتاج يخش هنا. طيب حالة اول مرة ان الفورم مش موجودة. فبقوله هاتلي من الفورم اللي احنا عرفناه هنا. اللي بعتناه هنا اهي. تمام? بعد كده قلت له فورم دي ميسود جديدة انا عرفتها هنا. تعال نبص كده عاست امبوت اهي. جميل. دي عبارة باخد بتاعي. بحطه في الاري تاعت الامبوت. فانا قلت له بقى كده ايه? لو عندي الامبوت ده مش موجود في يعني مش موجود عندي في الاري خلاص ضيفه. تمام? فانا بتشكك لو موجود مش متحق يضيفه. غير كده خلاص يبتيني يضيفه. تمام? دي اول نقطة. النقطة التانية بتوني زي اسفورم يسوي الفورم عندي وخلاص على كده. طبعا ده كده خلاص احنا شرحناه. طيب بعد كده يفعل دينا ايه تاني في الفورم. فاحنا قلنا بدينا الشكل ده. نميل. آآ سواء هنا او هنا. آآ كده فضل لنا الزرار بتاع البوتوم هتكلم عنه دلوقتي. لكن نرجع تاني حتة في الفورم امبوت مرة تانية معلش. احنا قلنا ان احنا غيرنا اسم الميثود. طب دي خليتها تاع الاول هنشوف ده. ايه ان ده كل هو هو بس دي حتة الجديدة. اللي هو طيب انا عملت اتنين ميثود في الفورم واحد اسمها طيب امتى اعرف الفورم من دوت لو انا او عندي فيها قيمة. في الحقيقة اقول له لا الامبوت ده في الفورم ديت فيه ارور عندي. فعشان كده اقول له اضيف بتاعت الفورم دوت من ضمن ديرتي امبوت. تتعاملوا سكرة على الفنكشن دي او الميثود دي. طيب اصلا يعني تعالوا نفوق احنا عرفنا ديرتي امبوت دي عبارة عن نيو ار ري دي دا كلاص او بيتعامل بالزبط ازاي الاري بس فيها شغل حاجات اه بتسهل عليها الشغل. طيب تعالوا نشوف اول حاجة ديرتي امبوت شغال ازاي. فانا قلت له ديرتي امبوت ضيف امبوت عندي اسمه ديرتي امبوت. ديت هي بالزبط نفس الكود ده. بس بدلا ما عمله بشكل فوق دوت لأ ايه في الكلاس بتاع الاري احنا معرفين فوق معرف ما اسمها بوش وانس. ببعت له الايتم او الامبوت دوت. القيمة ديت لو مش موجودة يضيفها. لو موجودة خلاص مش هيضيفها تاني. طبعا معنى انه امبوت عندي اضافة من ضمن امبوت سمعنا كده ان انا هقول له ان الفورم ديت فيه حاجة مش مزبوطة. فبالتالي انا هحول على طول اوتوماتيك ليه? لفولس. طبعا بعد كده عملت ايه? قلت له بعد ايه صفر ميلي ساكند ايه فكرة الصفرة او لسة? حيث ان انا دلوقتي الفورم في عندي اتنين امبوت الايميل والباسورد. فهو هيفاليدات دي وهيفاليدات دي. لما يجي الفاليدات اللي اتنين فانا مش محتاج كل مرة لما يفاليدات دي الوحدة. بعدين يفاليدات دي الوحدة. يعمل مرتين. لأ انا عايز اعمل مرة واحدة. هيضيف ديت في الكيوب بتاع الاكسيكوشن. فده هيتعمله وده هيتعمله بعد كده هيتعمل فورس ابيت. فورس ابيت ديت في الري اكت. بقول له اعمل ابيت للكمبونت حتى لو هي مش ما فيش تتغيرت. لان احنا الكمبونت بتعملها انت لما قيمة في بتتغير او انا اصح لما استرلي. تمام? دي طيب. اقول له ايه? احزف لي منه. دي احنا اقولنا امتى تقول لو انا ما عنديش اه اه قبالكو لو ما عنديش ففي الحالة دي اتقول له احزف لي ده من ضمن بتاعة الفورم. اللي احنا عندينا ايه ما فيهاش. اه اه او 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 مانا صح اللي فيها اه قيم محتاجة تتعرض او اه محتاجة تتاعرض زي ايه مسلازي ما يجي الكليك هنا. اللي هي الرسالة ديت. فأنا دلوقتي لما اجي دخل باسورد في الحالة ديت. الانبوت عندي. ولا لأ لأ على حصول ال Пон electoral احنا وحطينا اهة كليل فهاجي يقول ايهigh تاعت الفورم ان ده في الحالة بتاعتنا ديت لول بقى فبالتالي ايه حصل هيمسحهم من الارد بتاعت طيب بعد كده انا بقول له ايه امتى الفورم بقى فالد لو انا بقى تكون لها فاضية ممكن استضرم الشكل دوت ممكن اقول له ايه مثلا دي هي هي دي عايز شعر ديت شعر بيت فالد فورم امتى لما تبقى فاضية بقى كيه برضو اقول له ايه او بالست وحطوها صفر طب انا ليه دي بعرفها ديت محتاجة عشان حاجة زي الزرار دوت انه يبقى زي ما هو انت شايفين كده في حالة ان الاموت عندي ضربة تعمل بص كده بقى فالد بس اللي تحت مش فالد فهدها ضرب زي ما هو اول ان ما ده بقى خلاص الاتنين نجعوا اشتغلوا تمام زي ما هم لا يوجد مشكلة طيب فده كده باختصار اللي احنا عملناها في والحاجة التانية ان انا مسحت دي خلاص مش محتاجة مش محتاجة خلاص. تمام? وفي نفس الوقت برضو آآ دي كده خلاص مش محتاجة. ممكن امسحها خالص. وبالتالي ممكن امسح دي من هنا. طيب. ده كده كلام جميش. ننزل دي كده تحت. طيب احنا دلوقتي عندنا ايه تاني? اه بعد كده دلوقتي الفورم لما بيه يعمل صميت بقى. من يعمل صميت صميت ديت. فانا بقوله ايه? هتلي كل اللي احنا عرفناها. اللي كانت موجودة في الكنتكست. آآ سوري. فين? اه هنا اهي. كنتكست اقول طوله سيت فضيفت الانبوت ده. حطته في الاريه بتاعت الانبوت. فقول طوله هتلي كل الانبوت اه بتاعتك. واعمل عليها. فهي هتتريجر الميسود اللي هي موجودة فين? الموجودة هنا اهي. اللي هي دي. طب دي بتعمل ايه دي? كان بتعمل نفس اللي كنا بنعمله في الافنت بتاع الفورم الفاليديشن. بقول وابعت لها اوبجيكت في التارجت ايه? الانبوت بتاعها. طب ده جاي من هنا عشان نفتكر. جاي من السطر اللي فوق. الانبوت ريفرنس ديت متعرفها فوقها اهي. والقيمة بتاعتها بتاعت الكرن تبتيجي من الانبوت ريفرنس اللي هي دي. فالانبوت ريفرنس بتحط الدوم بتاع الانبوت. اه في الانبوت اللي فوق ده. فانا بجيب منه الايه? الانبوت بتاعي. فانا بالتالي دلوقتي في الفورم بعمل زي بقولوها تلي كل الانبوت اللي جواك. ويعمل لوبعة اليوم. مع كده اعمل اه امبوت الفورم. لو الفورم لو الانبوت ده في ارور. فبالتالي خلاص الفورم بيجات فانا قطوله از فولس. فأي كده الطولة لو هي بقى الكود عادي زي ما هو. الابديد اللي انا عملته هنا. حياتة دي. دي مفروض ان هي بقى ديفولت لما ايجي يعمل والفورم هيغير القيمة بتاعت لترون. بعد كده اقلت له بتاعي. ودي كانت موجودة الفورم المنت. انا غيرتالي اخدتها الفورم. ليه? لان احنا في حاجات نبتيجي نزودها واحدة واحدة. اه وهنحتاجها بعد كده في الصوميشن. طيب وجيت نبقى في اللوجن. قلت له ايه? الان لوجن. الان سميت. انا معاه الاي والفورم. فقلت له. في حالة الفورم انا كي اخذت له الفورم. قلت له في حالة خلاص انا خليه شغال تماما. فحالة بقى ان هو في ارور. فقلت له فقلت له فقلت له الوقت بقى خلاص الصوميشن. فاحنا دايما هتبقى اوتوماتيك ليه متعرفة من الكمبوننت بتاع الفورم. وانت هتعملها في سيبل في الايه? في الان سميت لو انت عايز تلغي حتة الصوميشن دات عشان ما يعملش تصميت مرة تانية. البوينت التانية. آآ دي كده خلاص ما فيش عندنا فيه حاجة ودي برضو ما فيش فيه حاجة دي تمام. كل ده تمام. طيب انا برضو انا غيرت الحتة دات كان دي مكتوبة بتساوي ارور دوت ريسبونس دوت 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 ارور. فانا لقى غيرتها خليتها ارور كده. وكده ارور اللي انا ممكن يجيلي من في الحالة بتاعتنا دات. هي عبارة ارور بسالة واحدة. طب اللي اعملت الكلام دوت? عشان حاجة زي كده. هم بصو كده على ريسبونس. انت بس سبعات فيها شويتين. هنا لو شايفين قال لي فانا في الحالة عايز اعرض فقلت له ان انا دلوقتي ممكن يجيلي ارور او ممكن يجيلي ارور باك انت فقلت له هاتلي من غير لي اسمه اه كاسم خليه ارور تاكست. فانا قلت له في عندي ارور تاكست. خط لي اه حط القناة تحت الايرور في بالقناة بتاع اللي راجعين من في الحالة ديت قلت له هنا اهي اعرضت فوق واحدة تانية ان انا هفضي ديت عشان ما اجع ما صميت مرة تانية. ويت هنا تحت قلت له اه لو انا في عندي ارور اه جيت ارور ارور كزا واعرض لي ايه رسالة بتاعتي زي ما احنا قل للاليرت ديت جامل طيب. فده اللي احنا عملنا. ده تفضل لنا ايه بقى فضل لنا البوتون ده بتاع اللوجين ده. طيب تعال نبص كده اللوجين دوت انا عملت جنب الفورم اه كومبونت جديدة اسمها فورم بوتون. الفورم بوتون دي عبارة عن ايه? تعالنا اول حاجة انا اخدها ان احنا عايزين يجيب الفورم بتاعنا. فقلنا ري اكت دوت يوز كونتكست. خب لكم هنا دي فونكشن كومبونت مش كلاس كومبونت. فانا دلوقتي عايز اخد منها ايه? عايز ااخد الشيلدرن. عايز ااخد السيم. وعايز ااخد البوتون بروبس. تعال انا نغير دي بس كده. عينيش رحكول لده دلوقتي. طيب. اول حاجة انا مستخدم اني بوتون. مستخدم البوتون دع ماتيرير. تاني حاجة. انا دلوقتي. انا اخدها. ايه السيم دوت? هشرحه دلوقتي. وعندي دي خلاص بقى اللي هي حتى بتبعت البوتون العادية. طيب. اول حاجة السيم ديت احنا انا دلوقتي عم بستداية العرف تحت خلص حاجة اسمها ايه? ده عبارة دارك سيم. فانا دلوقتي في اللوجين بقلت له السيم بتاعي دارك. فالسيتنز او بتاعي اللي انا معرفه فين? معرفه هنا. فبكتب كلمة اسمي السيم بتاع بقى كده كلمة السيم نفسها. فاوضت له. دارك سيم بتاعته كزا. الكلار بتاعه كزا. وفي حالة الهوفر بتاعته بقى كزا. في حالة نوع هبقى الستايل بتاعه. بكزا. والكلار ايه? بكلار معين. او بستايل معين. فانا دلوقتي دوت عبارة عن كلاس بجنريته بالستايل اللي انا عامله ده. خلص باستخدمه هنا في الفورم بتاعي. باقول له والله لو في عندي سيم مبعوط. جاي مسلا مبعوط هنا في الحالة ديت هعمل ايه? اه في الحالة ديت. اقول له هاتل. وضيف دي دي باكتج لطيفة كده وصغيرة. بقول له اعمل لو في عندي سيم مبعوط مع او طوله سيم بلاس كلمة السيم اللي هي مسلا اللي احنا بعتنها اسمها ايه? فبالتالي بقول له هاتلي اللي هو ده. طيب اه دي اول حاجة فانا قلتي بتشيك لو في عندي سيم كزا. طب الكنت نفسه عبارة عن ايه? طبعا البوتن مجلس عيد طيب بتاعي. الكنت نفسه عبارة ايه? يا اما اللي انا ببعثه هنا. اللي هو طعمل طب امتى في امتى باستظيم في حالة ان الفورم عندي مش بعمل سبميتنج. فاكريني الحتة اللي احنا كنا معرفينة فوق هنا دي. قلنا ديت لو هو بعمل سبميت خلاص يبقى اعمل لي رندر اا اا او اعمل لي دي فين? دي موجودة في الماتيريال فممكن يقول مسلا انا بكت كلمة فبدي بتطلعي على طول. فانا استخدمت انا واحدة اه 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 دي لانا استخدمتها. فعملت كده اخدت الكوب بتاعها وعلى طول مشات المباشر استخدمت الايه? تمام? وغيرت بس زودت في او طول بتاعي كزا. او طول بتاعي يبقى اه ابيض مش اكتر. فده اللي انا عملته ايه? في الحتة بتاعة في الحتة بتاعة في حالة بقى ان انا عندي لو زي ما احنا قلنا هيامل كل ايه? خلاص هعدد في الحالة اللي هو التيكست اللي انا عايز اعرضه. طيب دي دي تانية نقطة. تالت نقطة. احنا قلنا ده انا باستخدمها عشان يزبط بتاعي. انا شلت ده. بتعمل بس شكل البوتنة بعمل ازاي? والله ونسبين هو هو. ماشي. الله سيبقى سيديك من الوقت. الكلر ممكن تحطي مش عارف لو احنا نشلنا الكلر اللي حسنا طعا نجرب كده. برضو الكلر تمام لان انا غيرت خلاص الكلر فوق. انا حطيت بتاعي. باش محتاج انا ازبط اي حاجة فيه. طب انا بلوتي بقوله امتى البوتن ده بقى حالة تانية. الحالة الاولى ان الفورم ما يبقاش فاليد الحالة التانية ان هو بعمل نصمت للفورم. تمام? وبعد كده في الاخر قلت له ايه? حط بقى اللي انت حسنا بعتها للبوتن بشكل عاجي. واحنا قلنا البوتن كونتن دوت حالة سميتنج بيعرض السبينر او الدير بتلف. وانا قلت له بتاعها. والكلر خليته ابيض. تمام? خلاص ارد المتوقع. فده اللي انا عملته في الفورم بوتن. جيت هنا كل اللي عملته ناس تدعيته. الخاصة بالماتيريال. زي ما احنا كنا عاملين هنا في الفورم اموت. فين الفورم اموت? كان فيه برضو معرفين تحت هنا نفس القصة. فانا قلت له خالي ده وتبقى والثيم ديت اللي احنا معرفين من ايه من عندنا. فده ملخص الحقيقة اللي احنا عملنا هنا. انا برضو هنا في قلت له اميل ادرس. ومش حارف ايه. الفيديو جاي ان شاء الله هتجي اضبط حتة حيث هنتزود والحاجات دي كلها. انا دتي معرفها كده. بس مش شغال. لسه عامل ثلاش رولز. عايز ان اعمل تبقى دايناميك. وحيث ان انا قدر اسمح لاي حد ان هو يقدر يضيف رولز جديدة دايناميك. حتى غير المؤلوف عندنا. ممكن تضيف انت حاجة بتاعتك. وضيف بتاعتك. فانا عدد مسلا في الانتر باسورد اقول له لا. اقول له مسلا. فانده ان شاء الله كله هنبتدي نشتغل على اه دي هتاخد لنا مجموعة من الفيديوهات. بس هحاول ان شاء الله ما تبقاش طويلة. اه وغالبا هعتمز فيكم اه هعتمز فيها على على الناس اللي شغالة معايا في اه بتاعنا.